ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات خلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشرعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقطوات جدة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذبي وتشجيعي وتعزيزي لاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتزليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطع الخاصة وفي السياق نفسه أكد مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذبي للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجهات الرئيس سيسي في هذا الشأن